ساعات الأجواء الحارة انتهت اليوم يشكل مواطن العراقي من قلة في ساعات التزويد يعني احنا تعرف برنامج تواصلك الحكومي برنامج لسان حال المواطن واحنا في استفسار اليوم يا وزارة الكهرباء ما هي أسباب قلة التوليد في هذه الأيام أكبر تحدي يواجه وزارة الكهرباء على مر الزمن وبالسنتين الي انا عشتها هو الوقود الي شغل وحدات الانتاج من اتجاهين كمية الوقود ونوع الوقود المثال البسيط السهل انا بالصيف مع نقصان الوقود كان عندي 27500 ميجا واب الان واذا شوفوني الشاشة الي خلفك اونلاين 17000 شقد اكون اقصان عشرة الاف ميجا واربعمية هذا الرقم موجود اونلاين اللي جاي شوفه خلفك ورحة العشرة الالاف هي المحطة موجودة لو ما موجودة موجودة المحطة نفسه بس وقود ما عندي اذا ماكو وقود يشغل لي عشرة الاف ميجا واطب هاي اللحظة الي احنا جاينا نتكلم بيه واذا شوفوا الوقت نفس الوقت زياد وين راح الوقود الى ثلاثة اسباب احجز على الازمة هاي الايام هاي الحالي هاي الحالي احنا اعتمادنا على الوقود من ثلاثة انواع الغاز المستورد الغاز المحلي انواع اخرى من الوقود المحلي ذهن ثلاثة انواع اللي احنا نعتمد عليهم غاز مستورد من الجانب اليراني حسب البنود العقد المفروض خمسين مليون كمية وبهذا الشهر لازم اربعين مليون حاليا خمسطعش عشرة على الوسط وخمسة على الجنوب بينما المفروض 20 على الوسط و 10 على الجنوب بسبب الأوضاع والأزمة وكذا هذا خسرني بحدود 7000 ميجاوات الجزء الأكبر طبعا الجزء الأكبر والأكثر هذا الوقود هذا الغاز في بغداد في بسمائة محطة بسمائة 4000.5 إذا تشوف اليوم على الـ Online هي جاية تنتج 1000 فقط موجودة إذا أنا خاسر في بغداد 2500 ميجاوات ومحطة الصدر الغازية 500 ميجا طافية إذا أشوفها على الشاشة تلقاها صفر ومحطة المنصورية بديالة الطديالة وبغداد 750 ميجاوات اليوم صفر لأنه ثلاثة يعتمدن على الغاز المستورد ثلاثة ما موجود غاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر